العقرب خلينا نشوف طاقتك طاقتك هاي الشهر اكتر اشي تفكيرك او مشاعرك لوين رايحة او عشو رح تركز رح يكون في عندك يعني رح يكون في عندك شوي خيبة شوي تفكير بالماضي في حدا مخيب لك املك او رح يخيب لك املك في هاي الفترة او ما رح يكون قد التوقعات اللي انت حاطتها عليه اه ممكن يكون على اي صعيد لكن انا برجح على العاطفي اه فرح يكون في عندك شوية اللي هي يعني خيبة امل في هذا الموضوع شايفيتك مبدع جدا رح تكون في هذا اه الشهر افكارك ابداعية اه في العمل اكيد اه رح يكون في عندك اه مشروع اما تبلش في او اه فكرة كنت عم بتفكر فيها وهلأ عم اه بتسير اه شايفيتك عم بتكون كتير زكي او قدراتك بهذا الشهر كتير رح تكون اه اوكي وكتير رح تكون حلوة و اه وفعالة رح تكون مسيطر يعني شوي على على موضوع العمل واكتر اه خلينا نقول اكتر اه راحة في العمل من بعد اه تعب في ناس حتى من برج العقرب اه ما عم يلاقوا شغل او اه ما في اه شغل عندهم عم بشوف هذا الشهر اه عم تاخد كورسات عم تقوي شي معين عندك اه مو شرط كورسات يعني تروح تاخد ممكن على الانترنت عم بشوفك بتشتغل على شي بتحاول تقوي حالك اه بشي معين فحلو كتير عم بشوفك عم بتكون بهذا الاشي عم بتلاقي من وراه شغل او اتحوله لشغل ومصدر دخل عم بيحذرك انه ازا كنت خلينا نقول ازا كنت بدك تترك شخص بدك تترك عمل بدك تترك شي بلد او 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 مسكن اجلها ما ما تخليها بهذا الفترة ما بتاخد اه قرار بالابتعاد اه هذا الشهر لانه راح يكون في عندك اكتر من تفكير بانك تبتعد فهذا راح يكون قرار متهور اه فشوي شوي يعني ما ما تاخد قرارات كتير كبيرة اه في هذا الشهر مثل سفر مثل انك تطلق مثل من هذا النوع من الافكار لانه مبين عندي المتزوجين في ناس عم بتفكر بالطلاء ولكن اه ما عم يتم الموضوع عم بيكون عندهم في خيبة امل زي ما قلنا قبل شوي هون بيان فيه شوية خيبة امل بالشريك اه بالنسبة للمتزوجين بالنسبة للمتزوجين عم بشوف شوية اه مشاكل عم بتصير معاهم هاي الفترة ولكن عم بتمر على خير عم بشوف عم بتصالح وفي مصالحة وممكن تكون للاشخاص المتباعدين احلى كروت يعني للحب وللعاطفة بيانت اه بالابراج لبرج اه العقرب حتى وفرة مادية يعني اه من كل النواحي عم بشوف برج العقرب هذا الشهر ان شاء الله كتير رح يكون في عنده اه وفرة من كل النواحي اه عم بشوف فيه ممكن تكون علاقة اه ثلاثية قديمة او اه فترة اه غموض اه ما عم تعرف عن الحبيب اشي عم بيكون فيه كتير لغط بينك وبينه اه مواضيع بتوصل غلط لالك ولاله فا اه شايفة بعد هذا الغموض او بعد هذه العدائية اللي بينك وبينه اه شايفة كل الحب شايفة يعني شايفة حب كبير بينك وبينه رومانسيات كتير عالية جدا اه عم بشوف كتير اه فيه فيه تقدم في العلاقة اه مهما كنتم منفصلين او 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 مع بعض او اه فيه فيه تطور بالعلاقة وبالمشاعر رح ترتقي العلاقة لشي اكبر ولشي حلو مع انك بكبر راسك انت والشريك اه لكن عم بتكون اه الامور ماشية على خير يعني مش عارف شي بدأوا الكروت كتير كتير حلوة اه بمجرد بس خيبة الامل من شخص معين هي الوحيدة اللي كانت مش حلوة لكن باقي الاوراق كتير حلوة بالنسبة للطاقات نسيت احكيها عم بشوف اه ترابية كتير كتير ترابية اه عم بشوف اه جوزة نارية اه هذا اكتر اشي بيان اه عندي بيان معي بالنسبة للاشخاص العزاب ايضا ممكن يلاقوا السول ميت تبعهم في في اجتماع في فرح في اه اه لقاء اه يعني بين الارايب بين الاصدقاء اه رح تلاقوه بهاي الطريقة مبين اه مبين انه اكتر شي برج الميزة العقرب العقرب عم بيحاول انه يوازن كتير بين الوضع المادي اه او الشريك عم بيحاول انه يجمع الفلوس او يعمل اه توازن اه مادي عنده اه لحتى يتقدم لانه انا شايفة يعني كتير فيه سعادة بينك وبينه وممكن يكون بالمستقبل فيه اولاد وعيلة وشايفة وفرة مالية كتير اه حلوة بالنسبة فيه ناس فيه ناس من اه برج العقرب عم بيبين عندي انه عم بيغيروا مسكن عم يطلعوا من مسكن لمسكن تاني وعلى فكرة رح تكون عتبة رزق يعني عندهم في الموقع التاني او المكان التاني حبيبي فيه شوي مشكلة رح تتواجهك فيه اوراق قانونية اوراق اه في المحكمة يمكن اه يعني مشكلة صغيرة مادية ممكن تكون ولكن بتمرق على خير وفيه عندك اه صحوة روحانية رح ترجع شوي لا اه صلواتك اه ادعيتك عم بشوف الشمس بتشرق على اه علاقتك مع الشريك اه لو كنتوا اه متزوجين ولو كنتوا اه على العلاقة او منفصلين الشمس من جديد عم تشرق اه عليك عم ترجع متل الطفل اه ممكن يكون برج القوس او الاسد هذا اكتر اشي يبين اه فيه اذا فيه صلوح يبين فيه اوراق حلوة على صعيد العمل وعلى صعيد المادة عم تشوف فيه شراكة عم تتبلور اه بين اه ممكن حتى بينك وبين الشريك يعني بس اه ممكن اه ايضا بينك وبين شخص اخر اه تتبلور شراكة او تبلش تعطي تمارها هاي الفترة خلينا نشوف اذا فيه اه تحذيرات لبرج العقرب من شو بيحذر لازم من شو يعني ياخد باله برج العقرب احذر من الناس الجديدة اللي رح تدخل حياتك هاي الفترة بين عندي فيه شخص اه ممكن انه يعني يظهر فجأة اه يعيشك اه فيه مشاعر مش صادقة او في اه امور اه يعني غلط انك تفوت فيها اه رح يدخل هذا الشخص على مصلحة بده مصلحة معينة فاحذر من الاشخاص للجداد هذا الشهر يعني مش انه تبعد عنهم او مات اه يعني ما تتعاطى معاهم لا بس انه تدير بالك خلينا ناخد كروة العقل الباطن لالك واحد وللشريك واحد نشوف على ايش عم بتركتوا هاي الفترة بتفكيركم انت بالنسبة اليك اه على فكرة فيه فروقات بينك وبين الحبيب اه معينة عم بتكبر المواضيع وعم بتفكر فيها بعقلك الباطن انه خلص اه يأسان ما في امل اه هاي الشغلات رح تضلها بناتنا رح يضل العوائق هاي موجودة فانا بقولك غير هذا التفكير هذا بالنسبة اليك من ناحية العلاقة او من ناحية الشريك عم بتفكر بهاي الطريقة انه اه ما في امل او العوائق عم بتكون اه يعني قدام اه عيونك بالعكس اه الشريك شايف انه في اه بصيص امل في امل انه تتصلح العلاقة اه في اكتر من اه فرصة ممكن انه اه تصلح الامور شايف الامور اللي انت كنت شايفها قبل اه شوي اه انها هي عوائق وكان لونها اسود بالنسبة اليك بالنسبة اليه لونها ابيض يعني معناته انه رح تتفركش او هو في عقله الباطن مبين انه اه مصر على الموضوع ولكن مأجل الموضوع فترة صغيرة اه لحتى يتخلص من هاي العوائق او انه يضبط مادياته. فهاي اكتر اشي بيّن معانا خلينا نشوف اه النصائح او الاوريكلز اللي من بطلع لك الدب القطبي وان بقولك انه استاند اب فور يورسيلف ان بقولك انه اه يعني واقف وانت شامخ يعني انت فعلا شخص بيستحق الافضل اه واقف اه بشموخ ما اه ما ترضخ او اه اه تتنازل لا تتنازل اه ابدا اه بيقولك اه احكي بكل اه ثقة ولكن بنفس الوقت اه باحترام يعني بدون اه غرور اه يعني برج العقرب كتير واثق في نفسه وكتير كزا فبعض الناس بيفكروا او بيعني بيخمنوا انه هو شخص اه مغرور ولكن لا هي ثقة بنفس اه فقط فبيقولك انه احكي شوية اه باحترام و اه بشكل رحيم او اه بشكل عاطفي اه لحتى تحصل على الشي اللي بدك اياه وكأنه بيقولك اه زي الضب القطبي اللي عم بتاقلم او اه يعمل ادابتيشن مع يعمل تكيف مع الظروف اللي حواليه الظروف القاسية اه لحتى يحصل على اللي بده اياه فكأنه بيقولك هذا الحكي بيقولك انه في عناية الهية اه رح تقودك لا اه السعادة فخفف شوي من حد تفكيرك خفف شوي من مخاوفك اه قبل شوي بالورق اه كنت عم تشعر بعدم الامان اه فبيقولك بس انه اه يعني خفف شوي انه في عناية الهية في الموضوع لذلك بيقولك يعني زيد من الصلوات وزيد من الروحانيات هم بيقولك الظلام اللي انت كنت تحاسس فيه او عدم الامان لسه عم نحكي في الموضوع عدم الامان او الظلام اللي انت عايش فيه اه شوي شوي رح يتنور ولكن على اجزاء على اه خطوات اه شوي بطيئة فكون اه صبور وكون اه 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 قد المسئولية اه شايف فيه عليك مسئوليات كتير ولكن النور شوي شوي رح يدخل لحياتك الامور التشويش اه الكم فيوجن اللي انت كنت عايش فيه اه شوي شوي رح يتلاشى بهذا اه النور فعم بشوف النور بيدخل اه اه لحياتك هون عم بيحكي لك انك عم اه وكأنك عم تتنافس اه مع حدا اه بصورة عم تركض ركض يعني عم اه بتتنافس او اه اه فيه سباق اه مع الزمن فيه سباق مع اه اشخاص اه بقولك تنفس ارتاح شوي ريح حالك شوي يعني المكتوب مكتوب ما ما تكترها على حالك فيه مسئوليات كتير اوكي بس اه شوي شوي على حالك اعطي لحالك اه شوية رست شوية اه راحة اه طلعت عندي مقلوبة كرت الشجاعة اه زي ما قلنا قبل شوي انه في ناس عم تفهمك اه غلط اه الثقة في النفس اللي انت فيها في ناس كتير عم تفهمها اه وكأنها مش شوفت حال وكأنه غرور ولكن ما عم يفهم انه هاي ثقة في النفس بيقولك انه اه شوي تخفف من هذا الموضوع وسيلف كير بيقولك اه يعني اه اه ركز اكتر اشي اه على على نفسك اه اعتني بنفسك اه بيّن قبل شوي انه كان فيه مثل وعكة اه يعني صحية بسيطة راح تمر فيها بيقولك انه شوي ريح حالك واهتم بنفسك اكتر اه اه راجع الدكتور اذا كنت تحس بايشي اه اه ما ته يعني ما تزغر هاي الامور لازم تعمل تشيك اوب كل اه فترة يعني بس بيوصيك بهذا اه الموضوع بيقولك الفترة الجاية هي فترة ايموشنز هي فترة عواطف رومانسية فشي حالك كتير شو فيه احلى من الرومانسية اه بيقولك في بعض التجارب السايكيك النفسية او او الروحانية بيقولك في بعض التجارب الروحانية او النفسية راح تغير من طريقة نظرتك لي الامور هاي الفترة اه ولل العالم بشكل عام وللك انت بشكل خاص راح تتغير اه وكأنك عم بتحاول تتغير فكر اه 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 نوجهة نظرك وجهة نظرت ناحية الامور ناحية نفسك ناحية الاشخاص بيقولك في عندك في عندك هدايا روحانية او هبات روحانية من رب العالمين اسمح لها انها تفتح وممكن انك تكون هيلر لنفسك وللاخرين كمان بهاي الفترة او تكون لناس حواليك بيحكولك قدم السابورت عشان تلاقيه كمان من ناس تانين يعني انت تعمل دعم لناس وناس تانين رح يدعموك هذا قانون الانعكاس من القوانين الكونية يعني انت بتعطي شي بيجي ناس بيعطيك اياه نفسه واكتر بيقولك الاشي اللي رح يتعقق يعني اول ما تصحى الاشي اللي بتركز عليه اول ما تصحى هو الاشي اللي رح يتحقق بالمستقبل فلما تصحى من النوم يعني حاول انك تفكر بفكرة او تعود نفسك انك تفكر بفكرة ايجابية اول ما تصحى من النوم وخليها عادة عندك كل يوم هاي النصيحة كمان كانت حلوة هون وكأنه بيحذرك وكأنه بنبهك انه في شخص عم بيحاول يعملك اعمال روحانية اعمال شغلات يعني سلبية فبيقولك احترس من هذا الموضوع انت نجمك خفيف ويعني دير بالك من هذا الموضوع اعمل تحصين لحالك سيلفورث بيقولك انه يعني الفترة اللي جاي رح تكون فترة اكتر انك تشعر بنفسك تركز على حالك رح تكون عم تعطي حالك القيمة اللي انت بتستحقها من بعد فترات تضحيات وكذا رح تهتم بحالك اكتر بجوهرك مش بس بمظهرك الخارجي بقولك اه في اشياء بالافق في تطمينات في امال موجودة بالافق من بعيد انت بسبب التشويش اللي انت فيه بالا فوق devoir ما عم بتشوف هاي الافق او ما عم بتشوف هاي الفرص فيه فرص كتير قدامك بتلوح بالافق ولكن انت يعني عم بتكون مركز على الاشياء اللي مش موجودة مش على الاشياء الي موجودة على الاشياء المفقودة شكرا